بسم الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يشترط لغسل الجنابة أن يتمضمض ويستنشق ويغسل أذنيه ويخلل لحيته بالماء؟ لابد من تعميم الماء على جميع جسمه بما في ذلك المضمضة والاستنشاق لابد من المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الوضوء وفي الافتسال لأنهما من الوجه واللحية أيضا إذا كانت خفيفة فلابد من تبليغها بالماء ظاهرا وباطنا وإذا كانت كثيفة ساترة للجلد فيكفي غسل ظاهرها ويخلل باطنها يستحب أن يخلل باطنها نعم